كم يوم استوقفني الحقيقة بوست لوحدة صاحبته أو صاحبة البوست ده بتتكلم فيه عن الفنان عمر يوسف والفنانة كيندا علوش وقد إيه هو سند ليها ووقف جنبها وفي أي مناسبة بيكون معاها وفي ظهرها لحد هنا الكلام طبيعي جدا وجميل نعني أن الطبيعي والعادي أن الراجل يقف جنب امراته والعكس صحيح أي علاقة سويا المفروض يحصل فيها كده ولو الراجل ما وقفش جنب امراته المفروض مين نجيب ويقف جنبها بس للأسف إحنا بقينا ننبهر بالحاجات العادية ننبهر بالعادي وبالمسلمات اللي من المفترض أن كلنا اتربينا عادية ربنا يسعدهم ويخليهم لأولادهم ويحفظهم الحقيقة أن اللي دايقني في البوست ده وسبب أن أنا فتحت الموضوع هو صاحبة البوست اللي حشرت في النص كده بدون أي مناسبة وبدون أي داعي الجميلة مينور الشريف اللي كانت زي أي بنت مخطوبة لعمر يوسف قبل ما يتجوز كيندا والبنت دي صاحبة البوست على فيسبوك قعدت تعمل مقارنات ملهاش أي لازمة ولا أي معنى بين مي وبين كيندا هو حضرتك عارفة هم سابوا بعض ليه أساسا؟ طيب حضرتك سماتي الفنان أو مي كل الاحترام ليها طلوا قبل كده صرحوا أو تكلموا في الموضوع أو قالوا أي حاجة عن سبب انفصلهم أو أي حاجة ممكن إحنا نتكلم فيها غير إنه مجرد اسمه ونصيبه قالوش حاجة وإحنا مش مجبرين أو هما مش مجبرين إن هما يقولولنا حاجة وإحنا مش مفروض علينا نسألهم عن حاجة هما مش ولاد خالتنا شخصيات عامة زي أي بنت عادية وأي رجل عادي بتخطبوا وانفصلوا فهناب يا جماعة مش عشان نظهر إننا ناس عميقة وعارفين بواطن الأمور نعمل بوستات ونكتب أي مقارنات ونقول أي كلام وخلاص لإنك مش عارفة إن بكلامك ده ممكن تجرحي قلب حد أو عيلة كاملة أو تدايقيهم وهم ما لهمش أصلا دخل بالقصة ولا بالموضوع الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه إن الراجل يقض جنب مراته أو يقف جنب مراته أو كذا خليني أقولوكو حاجة زي ما قلتلكم الطبيعي إن الراجل بيكون حنين على مراته أو خطبته أو حبيبته ده الطبيعي فلا داعلي الإنبهار أنا شوية ناس عقلين كتير لما بنشوف ده على سوشيال ميديا ما بننبهرش هو وقفين الإنبهار في إنه واحدة ريحت على كتف جزهة ولا واحدة ماسكة إيد جزهة ولا واحد بيطبطب على مراته هو المفروض الراجل يعمل إيه غير ده ده وظيفته أصلاً طب طب ويهنن ويدلع وبعدين عايز أقولوكو حاجة لما بتقولوا ده وبتنبهروا بتحسسونا إنه أنتوا معاكوا في البيت أزواج كشرين وصعبين وقصيين الرجل المصري ما فيش أحن منه ده أنت عندك جنسيات تانية بتتبارى وتتنافس عشان تيجي تتجاوز المصري اللي عندك في بلدك أكاد أجزم إن الرجل المصري أحن الرجال على وجه الأرض يطلع حد يقولك صيغة مبالغة والله إن مصيرة مبالغة إحنا أصلاً شعب بطبيعينا طيب ورهيفة الإحساس عارفيني مبالغة رهيف كده وحنين فطبيعي إن الرجل المصري يكون حنين فبس حضراتكم ما بتشوفوش اللي في البيوت إنتوا بتشوفوا بس الشخصيات العامة في البيت بيحنن وبيطبطب ولو زوجته لقدر الله توفى حد من أهلها بيعمل كل حاجة وبيعمل أكتر من اللي شفتوه ده مئة مرة فما تنبهروش بالعادي أرجوكم بدين مفتحوا الرجل المصري معروف حضره ونعم هتماشي حارج بحضره ونعم يطبطب ويدلع ويهنن من هنا للصبح وممكن تشوفي صور وفيديوهات أكتر من اللي شفتيها دي مئة ألف مرة وزي ما قلتلك بيتنافس عليه ناس كتير فاستغرب أنتم بهارتوا بالمشهد ده فمشهد عادي جداً من زوجه زوجته الطبيعي وقلمني الطبيعي أن يعمله